أدانت الحكومة الفنزولية الأحد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وطلبت وزارة الخارجية الفنزولية في بيان نشرته عبر منصة اكس طالبت بوقف ما سمته القتل الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد السكان المدنيين العزل في غزة جمهورية فينزولا البوليفارية ترفض بشدة مظاهر الكراهية والدعوة إلى تدمير الشعب الفلسطيني وحملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بروح العقيدة النازية ضد شعب غزة إن القتل الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد السكان المدنيين العزل في غزة يجب أن يتوقف فورا يجب توفير المساعدات الإنسانية دون أي قيود ويجب ضمان استقلال فلسطين من قبل جميع الهيئات والمنظمات الدولية مثل ما طالبت الجماعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا اشتركوا في القناة